وفي خبر آخر دعت جزائر اليوم السبت جميع الأطراف السودانية إلى وقف الاقتتال وتغليب لغة الحوار لتجاوز الخلافات مهما بلغت درجة تحقيدها وجاء في بيان رئيسة الجمهوريان جزائر رئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة تتابع ببلغ القلق تطورات الأوضاع في جمهورية السودان الشقيقة بعد الاشتباكات الخطيرة والمواجهات بالأسلحة الثقيلة التي تم تسجيلها في العاصمة الخرطومة بين قوة الجيش وقوات الدعم السريعة وما تخلفه من خسائر في الأرواح والممتلكات وأضاف البيان أنه انطلاقا من علاقة الأخوة وروابط تاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين تهيب الجزائر بجميع شقاء العمل على إعلاء المصلحة العدية للوطن في وقت جمهورية السودان أحوج ما تكون إلى تضافر جهود بنائها لإنهاء الأزمة الرهنة وتحقيق التطلعات المشروع على الشعب السوداني الشقيق في استعادة أمنه واستقراره وبناء دولة ديمقراطية وهزرية ترجمة نانسي قنقر